ترجمة نانسي قنقر الجواب هو الأسد ما هو الحيوان الذي يعيش في الماء والبر؟ الجواب هو القندس ما هي الحيوانات التي تعيش في المناطق القطبية وتتغذى على اللحوم؟ الجواب هو الدببة البيضاء ما هي الحيوانات التي تعتبر أكبر حيوانات مفترسة على اليابسة؟ الجواب هو الأسود ما هي الحيوانات التي تعيش في المناطق الصحراوية وتتميز بقدرتها على تخزين الماء لفترات طويلة؟ الجواب هو الإبل ما هي الحيوانات التي تتميز بجناحين طويلين وتتمكن من الطيران على مسافات طويلة؟ الجواب هو الخفافيش ما هو الحيوان الذي يعيش في الجبال ويتمتع بشعر كثيف للتكيف مع البرودة؟ الجواب هو الأيل ما هو الحيوان الذي يعيش في الغابات ويتميز بذيله الطويل وقدرته على التسلق بسهولة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر